ثمانية عشر عاما ولم يتركوا مدينة إلا وجعلوها عرضة للخراب والدمار ولم تقع عينهم على ثروة إلا ونهبوها ليتركوا البلاد غارقة بالفساد تعاني انهيارا لم يسبق له مثيل ثم إذا حان وقت الانتخابات يبدأون بالاستجداء الرخيص للشعب ويعيدون إطلاق وعود وهمية وفي كل مرة يبررون فشلهم وخيبة حكمهم بمبررات يراها العراقيون أعذارا أقبح من الفشل السياسي خطاب هادي العامري لأهالي ميسان أوضح صورة على استمرار خط الفشل السياسي والانفصال عن الواقع والرقص على الأوتار الطائفية في زمن عراق ثورة تشرين عراق الوعي الشعبي بالانحطاط السياسي المتراكم منذ عام 2003 لم يسمحوا لنا لم يسمحوا لنا أن نقدم القدم لهذه المحافظات لأننا أتباع حسين مثل ما حرموا علي بن أبي طالب عليه السلام أنا لا أدعي أنا إلى تراب قدم علي لم نأتي ولكن لم يسمحوا لأمير المؤمنين وجعلوها حربا ضروسة ضد أمير المؤمنين وكل خلافة أمير المؤمنين من حرب إلى حرب كذلك لم يسمحوا لنا أن نقدم الخدمات حال العامري حال أقطاب العملية السياسية يفسر الفشل بالمؤامرة ويسند الفساد والاختلاس إلى إرادة خارجية ولكن ماذا عن مليارات الدولارات المنهوبة وعشرات الصفقات الفاسدة وآلاف المشاريع المعطلة وهل تصلح الانتخابات ما أفسدته أيدي مهندسيها على مدار عقدين من الزمن كثيرون من مروجي دعايات الأحزاب الانتخابية لجأوا إلى الورقة الطائفية عندما لم يجدوا أي أجوبة عن الفساد والفشل الإداري وإن دل ذلك على شيء فهو يدل على خوفهم من تنام المشاعر الوطنية المتسامية على الطائفية عند العراقيين فبدأوا يحاولون إشعال نار الطائفية من جديد لكن المشاعر الوطنية الشعبية لم تعد تراعي في مصلحة العراق قومية أو طائفية وإنما تبحث عن منظومة سياسية نزيهة تعمل لإعادة الكرامة المهدورة للشعب العراقي ترجمة نانسي قنقر